لقطة تانية بالغة الاهمية كانت انه مفيش كل مرئيس ييجي خارج من باب القاعة كل الناس تقف وتطلب سيلفي معاه طبعا ليه؟ لانه الناس حضرة بموبايلاتها وده كان في الاعتيادي مش مطروح ومش موجود ولكن هذه المرة كما في المؤتمر الاقتصادي الاول في شرم الشيخ الموبايلات مسموح بيها دلوقتي والناس بتنتهي سيدة الفرصة كم مرة بتكون قريب من السيد الرئيس وعلى هذه المسافة القريبة منه وتلمس هذا التواضع وهذا الارتياح بحاولوا نبص على صور السيلفيز اللي كانت الناس بتاخدها مع السيد الرئيس يعني اهو زي ما انتم شايفين مفيش مشكلة هو بينتقل من جلسة لجلسة ولكن الناس عايزة تتصور وتصور وتاخد وهو بيتيح هذا للشباب والحقيقة هذه البسمة بتعبر عن ارتياحه اللي بيجرى كله انبساطه بيه وطبعا حواليه يعني مجموعة من الشباب انا بعرف بعضهم جاي من امريكا مهندسة كبيرة في واحدة من اكبر شركات الكهرباء اللي موجودة هناك موجودة ووقفة جنب الرئيس وتتصور هو الناس جاي من برا الشباب المصري الوعد والناجح وفي نفس الوقت الشباب اللي جاي من ابناء الجيل التاني والتالت للمصريين المقيمين في الخارج والمصريين الموجودين داخل مصر فرصة اساسية ومهمة ودي حاجة تسعدنا جميعا